السلام عليكم ورحمة الله الزيق وحبيب عاملين ايه يا رب كنوا بخير وبصحة وعافية حبيب النهر ده حبيب جاي نعمل مع بعض الكيكة الجميلة دي هي فعلا شكل وطعم وتحفة تحفة عبيب قلبي ما تنسونيش باللايك اللي انتوا بتكتبوا الكومنتي وبتجروا على طول بصوا الجمال هاشة وجميلة جدا انا عارفة ان الكل بيعرف يعمل كيك احنا بنفكر بعض بس في الشيطة اللي احنا فيه ده كباية الشاي السيدة كباية الشاي باللذن نسكة فيه وحيطة الكيكة تحفة تحفة ايه رأيكم حبيب قلبي نشوفها نعملها ازاي لايك وشير كتير يلا بنا حبيب قلبي نبدأ كلامنا بالصلاة عن النبي ونسمي باسم الرحمن اول حاجة معاناكم ببيتين دي ايه يكونوا منخولين من اكد لازم يكونوا منخولين معايا كيز بكم بودر مقدرنا سهلة وبسيطة مقدر الكيكة العادية ما فيهاش اي حاجة هنضيف عليهم زرة الملح لا غنى عنها خلاص يا حبيبي هنركنهم كده على جنب المواد الجافة هنركنها على جنب نجيب الخلاط بتاعنا معانا بيتين يكونوا مخرجينهم من التلاجة لو كانوا في التلاجة نخرجهم قبلها بساعة بساعتين هنحطهم في الخلاط معانا معلقة الخل لازم معلقة الخل دي في اي كيكة بصراحة بحطها بتدي حشاشة حلوة جدا للكيك هنحط حبة فانيليا انا بجيب الفانيليا دي من عند العطار حبيب قلبي بتبقى سايبة وبتبقى بصراحة حلوة جدا هنحط كباية سكر هدرب البيت مع السكر اول حاجة لغاية ما السكر يدوب ايه؟ معايا السكر يدوب مع البيت معايا نص كباية زيت هحطها ووضيفها على الخليط بتاعنا معايا كباية لبن خلاص هندرب ده كله مع بعضه هنجيب الديئ بتاعنا هنقلب كل الحاجات الجافة اللي هي لبكون بودر وزرية الملح خلاص حبيبي هنضيف كل الخليط على الدقيقة هنقلب فيه زي ما انتو شايفين كده لغاية ما كله يتجنس مع بعضه خلي بالكو انا بصرع الفيديو ما حتيش يجري دقيقة انا عايزة بص اتجاه واحد بقلب في اتجاه واحد لغاية طبعا ما لقيتها ابص فيها لقيتها عايزة شوية لبن مفيش حطت معلقة زي ما انتو شفتوا يا حبيبي هجيب قولة تانية لان انا اعملها بالمنظر اللي انتو شفتوه هي بقولوا كيكة الطايجر يلا مش مشكلة الاسم كيك احاول كده اقسمهم بالايه بالعدل بالتساوي حبيبي نص هنا ونص هنا نحاول كده مع بعض خلاص هجيب معلقتين كاكاو هنجيب ايه معلقتين كاكاو هقلبها مع النص اللي احنا ايه خدناه من الخليط التاني طبعا الكاكاو طالما حطنا معلقتين كاكاو هنعوز 3 اربع معالي لبن هنحطي بالتدريج ما نحطيش اللبن مرة واحدة هنقلب كده ونشوف الخليط بتاعنا خليط الكيك بتاعنا الطبيعي العادي خلاص قلبنا هيدينا الايه القوام ده زي ما انتو شايفين هكون محضرة السينية بتاحتك هتحوتي ايه هتحوتي تهدينيها زيت بالفرشة وبعد كده هتبضريها بالدقيقة فهاش اي حاجة عشان ما تلزقش في السينية اي سينية عندك انا ده قالب لكن اي سينية عندك المونية سينية طفال اي حاجة هنبتدي بقى نحن نزل بالايه خليط الكيكا بتاعنا كبشة كبشة كده معلقة معلقة هنحط الاولي بخليط المثلا لو حطيت خليط الكاكاو او خليط الشوكولاتة هنحط ايه معلقة فوق ايه هي هتتفرد لوحدة هو ده بس حتة التكاية اللي ممكن ايه تتعبك شوية بس والله بتبقى حلوة جدا ومفيش اي حاجة وبصراحة بتبقى تحفة جميلة جدا والاطفال والكبار هيفرحوا بيها بالمنظر ده هنكون مسخنين طبعا في الوقت ده الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 بتتحط في الرف الوسطاني على حسب بقى الفرن بداعك انا خدت معايا 45 دقيقة ممكن تاخد معاك اربعين دقيقة 35 دقيقة انا بجاري الفيديو عشان ما يتولش معاك يا حبيبتي يا حبيبتي واحدة واحدة كده لغاية ما هتوصلي كل ده هيتفرش كل ما بتحطي كبشة هتلاقيه اتفرش معاك في الصينية بالمنظر ده اجيب خلة او حرف سكينة رفيعة وهنعملها بالمنظر ده حبيبتي بصوا الشكل بقى تحفة ايه رأيكو حاجة سهلة وبسيطة وبصراحة عشوائية ما بعملش اي تكات ولا حركات ولا الكلام من ده حاجة بسيطة جدا خلاص هندخلها على الفورن بتاعنا خرجت بالوقت ده مفيش قلتي 45 دقيقة حلوة جدا وجاملة وفي نفس الوقت تحفة الشكل فعلا تحفة احنا قلنا ايه بنفكر بعدي بيها كل بيعرف يعمل خلاص ايه رأيكو في الجمل ده اتمنى حبيبتي تفرجوا على الفيديو الاخر و سبكم في رأيك اللي